السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ظهور علي خامنئي لأول مرة منذ بدء التظاهرات في إيران في معسكر للحرس الثوري هذا ظهور له أهمية كبيرة بخلاف المحللين الذين استمعت إليهم في القنوات التلفزيونية الذين اعتبروا الظهور ضعيفا وباهتا مجرد ظهور المرشد علي خامنئي حيا يرزق يمشي على قدميه هذا يعتبر نقطة أساسية في صالح النظام لا نبالغ أحيانا ونسير باتجاه أهوائنا كلنا يريد إسقاط النظام ولكن عندما نحلل بالسياسة ونقيم يجب أن نكون موضوعيين كان الرهان في الحرس الثوري الإيراني في قيادة الحرس الثوري الاستفادة من هذه التظاهرات لتقليل فرص مشتبه خامنئي نجل علي خامنئي بأن يكون بديلا عنه في حال وفاده علي خامنئي عاد وأكد حضوره وتأكيد حضور علي خامنئي يعني تأكيد نفوذ مشتبه خامنئي يعني تأكيد عزل الإصلاحيين سواء في الأحزاب السياسية أو في الحرس الثوري أو في الجيش ظهور علي خامنئي كان تحول أنا أراه في صالح النظام بشكل كبير ولكن رغم ذلك الثورة قوية الثورة قوية متصاعدة دخلت المدارس والجامعات والمرافق الأساسية في البلاد دخلت كل المناطق شاملة شملت كل المناطق وكل المرافق وحتى في الخارج التجاوب مع هذه الثورة تجاوب كبير جدا يعني لعله أقرب دولة إلى تركيا من الناحية السياسية إلى إيران من الناحية السياسية هي تركيا الآن لا يوجد أصدقاء لإيران لا يوجد أصدقاء إلى الميليشيات من الدول في الظاهر الدولة الأقرب هي تركيا في تركيا حصلت تظاهرات عارمة من الجارية الإيرانية هناك الفرين الإيرانيين إلى تركيا لأن الإيراني يدخل إلى تركيا من دون فيزا من دون فيزا وبالتالي هم كثر كل من أراد أن يهرب بسرعة من إيران يهرب إلى تركيا قد تكون تركيا هي المحطة الأولى من ثم يذهب إلى بلدان أخرى ولكن تركيا هي الأسهل والأقرب والأسرع وبالتالي هناك جالية إيرانية كبيرة في تركيا حتى على مستوى شراء العقارات في تركيا رقم واحد في المرتبة الأولى الإيرانيين يعني حسب إحصاءات الحكومة التركية الإيرانيين الإيرانيون هم الأكثر شراءا للعقارات في البلاد أثلجت صدري التظاهرة التي شهدتها إسطنبول وأنقرة عدد من المدن التركية والتي قام بها الإيرانيون وأنصارهم هناك حتى التظاهرات في العواصم الكبرى في العالم تظاهرات كبيرة لكن حتى الآن العالم لا يسمع ولا يريد أن يسمع أنا قبل أن أستكمل هذه النقطة أريد أن أشكر أخي محمد الهذيلي أسماء جميلة الأسماء العربية محمد اللحياني الهذيلي الذي أهداني جنجل ومقدمة موسيقية ومصورة لحلقاتي أشكرك أخي محمد أنا أبث مباشرة لا يوجد عندي فريق عمل يقوم بالتقطيع والوصل ولكن أعدك بأنه عندما تتاح فرصة أن أستخدم هذه المقاطع الجميلة حتى المقاطع الصوتية الجميلة التي أرسلتها لي شكرا شكرا جزيلا يعني تذكرت في إيران عندما هربت من الأمن بناء على نصيحة الدكتور الجليل العلامة عبد الحسين شعبان قال لي أنت تهمتك كبيرة لأنك تزوجت من إيرانية دون علم السلطات أنا لم أكن أعرف فنصحني بالرحيل فورا فعلا طلبني الأمن أن أكون في المكتب الساعة العاشرة صباحا العاشرة صباحا في اليوم التالي كنت قد وصلت إلى دبي ما كان عندي فيزا على دبي ذهبت إلى المطار مباشرة وهناك طلبت فيزا ف رحمها الله أمي عندما استقبلتني بعد أن دخلت إلى البلد كان الوالد والوالدة في في الإمارات في العين ف اعتقلوا الشاب الذي آواني في بيته تلك الليلة شاب فلسطيني كان يدرس هناك في إيران التهمة أنكم بلا كرامة أنتم العرب لأنكم تدخلون الناس إلى بيوتكم يعني تقبلون الضيوف في بيوتكم الإيراني لا يقبل الضيوف الإيراني لا يدعو أحد إلى بيته يعني مسألة الضيافة والضيف الموجودة عند العرب مسألة غير موجودة في إيران غير موجودة وبالتالي أنتم يعني تتهمون بأنكم يعني بلا غيرة لأنكم تستقبلون الناس في بيوتكم أنتم العرب هكذا هي النظر يعني في إيران حقائق كثيرة يجب أن يعرفها المتابع العربي لا يشبهوننا ولا نشبههم أبدا لا نشبههم حتى في طعامهم ليس فقط في عاداتهم وتقاليدهم أنا قلت هم يعتبرون أنفسهم غربيين يعيشون في الشرق يعني هم من العرق الآري الألباني والإنجليزي إريائي لا يعترف بأنه هو شرقي أو من آسيا أبدا الإيراني هكذا الطعام الإيراني لا يشبه طعامنا يعني زيت الزيتون الذي نستخدمه بشكل أساسي في السفرة في بلاد الشام لا يعرفه لا تعرفه السفرة الإيرانية ولا يعرفه الطعام الإيراني أشياء كثيرة حتى الأعشاب الخضار المواد التي تستخدم في طعامنا مختلفة عن المواد التي تستخدم في طعامهم هذا مؤشر ثقافي الشخصية الإيرانية مختلفة كلياً عن الشخصية العربية كلياً يعني دائم التذمر يتذمر من كل شيء مش عاجبه شيء حتى لو أعطته الدولة كل ما يريد وكل ما يحتاج فإنه دائماً شديد النقد للواقع وللدولة ورافض لما يحصل الخوف الذي يسكن فيه الشك الدائم هذه هي مواصفات الشخصية الإيرانية مواصفات الشخصية الإيرانية الخوف من كل شيء الخوف من كل شيء أنا استقبلت في بيتي في طهران مرتين مرة أوصلني التكسي إلى البيت في وقت متأخر وكانت الدنيا تمطر ثلجاً فدعوته لي بات عندي تلك الليلة لأنه لا يستطيع العودة السيارات في شمال طهران عندما تثلج هي نادرة ما تثلج غير مجهزة بالجنازير وكل هذه الأمور بالثلج فأراد أن يرام بالسيارة وقلت له لماذا أنا كنت لحالي في البيت فتعلم عندي فاستغرب ثم أطمعته دخل كان ما في خطوط خالية أو السيليونر يعني خط تليفون كان الخط الأرضي فاتصل بزوجته وأبلغها أين هو وسألني عن اسمي وعن تفاصيلي وماذا أعمال وكل ما علم معلومة جديدة عني وعن يتصل بزوجتي اتصل عشر مرات أبلغها بكل شيء كل ما عرفه وسأله وتلقى إجابات أبلغها به فمرة أخرى فعلا كنت عائد إلى البيت بوقت متأخر بسيارتي وإذ أتوقف عند شخص يريد أن يسألني أيضا هو كان بسيارته عن فندق فكنت له الوقت متأخر الآن وهذه المنطقة لا يوجد فيها فنادق يعني من باب الكرم العربي دعوته أن ينام في بيتي يمات تلك الليلة في بيتي فرحبت فيه وأقنعته أكضا بصعوبة فدخل دخل ووافق وأحضر معه الغطاء حرام كان يحاطه في السيارة ومخدي يعني قلت له يوجد يعني لكنه أصر أعطيته غرفة قلت له تفضل هذا سريرك هذه الغرفة فدخل وكان مفتاح الغرفة من الخارج سحب للمفتاح ووضعه في الداخل وأقفل على نفسه فورا يعني لم يتكلم معي حتى لم يعني يشكرني لم يتعرف علي لم نهائيا نهائيا وأقفل الباب من الداخل وعندما صحوط في اليوم التالي وجدت بأنه قد رحل خوف وجل لا لا يوجد عندهم قصة يعني الضيف واستقمال الضيف وقيم استقمال الضيف يعني العرب يسألون الضيف عما يريد بعد ضيافة لثلاثة أيام بعد الضيافة لثلاثة أيام العرب لديهم أماكن مخصصة للضيوف للمبيت أو للاستقبال في الصالونات دائما الصالون يكون منعزل منفصل عن البيت في إيران غالب الصالونات في البيوت يعني ورا في الجلوس دعني أقول هيوجد مفتوحة على المطبخ يعني على الطريقة الأمريكية المطبخ المفتوح على الصالون فعلا لا يستقبلون إلا نادرا في البعض طبعا يستقبل لكن أنا أتكلم عن السمع العامة في المجتمع السمع العامة طبعا ما في شك أن الكرد مختلفون عن البلوش عن الفرس عن الترك ما في شك هناك خلافات لكن أتحدث عن طهران أتحدث عن الفرس بشكل أساسي أتحدث عن المتفرزين يعني بتلاقي أتراك متفرزين مثل علي خامنئ وسلطة تركية لكنه متفرز يعني هو يسير بالنهج الفارسي يعني متعصب يرفض الحديث باللغة العربية يعني أنا أذكر آخر مؤتمر صحفي أنا حضرته في إيران كان بعد انتخاب أحمدين جاد رئيسا للجمهورية في المرة الأولى وأردت أن أتفلسف يعني فقلت له أريد أن أسألك سؤالا باللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة هل أستطيع؟ فهو عمل حاله أنه بيعرف عربي في حد مترجم مكدوري نطل عنده ما حدا متوقع أن أسأل هذا السؤال أو أتكلم بالعربي وأطلب فقال لي تفضل تفضل فسألت سؤال باللغة العربية في حينها كان تصريح أحمد نجاتي الشهير ضد الحركة الصهيونية العالمية وأنا قلت له أتمنى لو أتمكن أن آتيك بوفد أوله في طهران وأخره في القدس لنشكر إيران على مواقفها ونشكر الرئيس الإيراني على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية هكذا كنا نعرف يعني هكذا كنا مقتنعين هكذا كنا نعتقد فقام جوابني جواب له علاقة بحضور النساء لمباريات كرة القدم والتصريح هذا لأنه كان مخالف لتعليمات المرشد الذي كان يمنع النساء من التواجد في استاديوم كرة القدم هو رحب بمشاركة النساء في مشاهدة مباراة كرة القدم لايف في الملاعب وأثار ضج هذا التصريح ومن ثم كسر المرشد كلام أحمد نجات الرئيس المنتقب وعاد ومنع النساء من كانوا النساء الإيرانيات يذهبن إلى الملاعب ويعتصمنا ويتظاهرن ويطالبن بحقوقهن في حضور مباريات كرة القدم وأحيانا يتمثلنا بالشباب ويلبسنا لباس الشباب وتخفينا وتلقي الشرطة القبض عليهم متخفين بلباس الذكور وتمنعهم من دخول ملاعب كرة القدم فهذه هي إيران هذه هي إيران من الداخل التي لا تشبهنا ولا نشبهها ورغم ذلك يعني العراقيون الذين عاشوا في إيران يعرفون بأن الإيراني كان يرفضهم ويرفضهم وكانت تعميم على العراقيين الموجودين في دولة أباد جنوب طهران كانت مدينة كاملة من العراقيين المعاودين أو المعارضين أو كان التعميم الأساسي عليهم إياكم أن تقتربوا من النساء الإيرانيات لا بالحلال ولا بالحرام إلى هذه الدرجة كانت العنصرية في إيران حتى تجاه العراقيين المناصرين لإيران الذين شكلوا فيما بعد فيلق بدر وقاتلوا ضد بلدهم وضد جيشهم إلى جانب الجيش الإيراني هكذا عملوهم هكذا عملوهم بالتالي أنا لا أعتقد أبداً بأن النظام الإيراني نظام قوي على الإطلاق ولا أعتقد بأن النظام الإيراني نظام محارب لم يخد ولا ماركة مباشرة إلا عندما حصلت الحرب العراقية الإيرانية وواضح بأن صدام حسين الدولي التي تعد ربع دولة إيران من حيث الإمكانيات وعدد الرجال والسلاح استطاع أن يتصدى للجيش الإيراني والقوات الإيرانية والحرس الإيراني وأن يعني يكبح جماحهم والعراق أصغر من إيران بكثير بالتالي يا دولة ليست يعني ذات قوة وشهرة بال بالقتال تحتمد على مخالبها ودسائسها ومكائدها وخداعها هكذا هي إيران إيران دولة الخداع الكبرى ما في الثابت في عقيدتهم أن التقية تسعة أشار الدين ومن لا تقية له فلا دين له وعليك أن تمارس التقية وتقية وتمارس زواج المتعة تقربا إلى الله ونكاية بعمر بن الخطاب الذي منع زواج المتعة هكذا هكذا إذا كان الصدق عندنا هو قيمة اجتماعية الكذب عندهم هو قيمة اجتماعية نحن في الإسلام هل يزني المؤمن يزني هل يسرق يسرق هل يعني موبقات كثيرة قد يفعلها المسلم لكن هل يكذب لا كل شيء في الإسلام له عقوبة الزنا السرقة أي عمل غير صحيح له عقوبة له حد في الإسلام إلا الكذب الكذب يخرجك من الإسلام والصدق يدخلك إلى الإسلام نقلا على الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أريد أن أدخل الإسلام ماذا علي أن أفعل فقال لا تكذب قال وماذا بعد قال لا تكذب وماذا بعد قال لا تكذب ثلاث مرات يكفي أنك لا تكذب حتى تكون مسلما حسب الشريعة الإسلامية وحسب السنة النبوية الشريفة في إيران عليك أن تكذب هذا ما يجب أن نعرفه عن هذا البلد أعدكم بحلقات في هذه الفترة حول هذا الموضوع إيران من الداخل وسأخبركم بقصص كثيرة طريفة ومعبرة وذات مغزة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته